يهتدي الحيران للفرقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان الذي يأتيكم كل يوم عدل جمعة والسب من الخامسة حتى السادسة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة أرحب بالجميع بمختلف ألوانهم وأديانهم وأجناسهم وطوائفهم مرحبا بكم على مائدة من رحيق الإيمان يحكى أنه في القرون الوسطى في القرون الوسطى وخصوصا في فرنسا كانت بعض النساء تضع السم لزوجها حينما يأخذ طعام الإفطار ذاك السم الخفيف الذي يعكر المزاج والذي يجعل الزوج يتقيا ويخرج الطعام بعد سويعات من أخذه لطعام الإفطار فكانت الزوجات تبدع في هذا الأمر تضع له السم فيخرج ذاك الزوج إلى العمل يقضي وقته ما بين كبد قد تلوع وما بين تقيء وما بين دوران في رأسه وما بين أنه يريد أن يرجع إلى المنزل لكنه يعمل فالسم لا ينهكه ولا يقتله إنما يجعل ذاك المزاج المتعكر ولما يعود الزوج للمنزل حينما تغيب الشمس تعطي الزوج في طعامه دواء ضد السم الترياق هذا الدواء الذي يدخل عليه في جسد الزوج فيرجع قويا يبطي المفعول ذاك السم فيشعر أنه تحسن في منزله انتشرت هذه بين نساء فرنسا حتى علم الأمر بين الأزواج كانت الأزواج الزوجات تصنع هذا بدافع الحب أن زوجي لو خرج من منزله حتى لا يغيب ولا يذب هنا وهناك يشعر أن الراحة فقط بطعامي بسكني بمنزلي برؤيته لزوجته ومضت هذه العادة فمن الحب ما قتل ظنت الزوج أن ذاك أن الزوج إن تعكر جسده وتقيأ طعامه يرجعه للمنزل فيرجع حبيبا صديقا زوجا مخلصا ولم تظن الزوج لفترة أن القلب إن عاف عاف وإن ابتعد ابتعد القلب لا يستأذن ولا يستشير ولا يستعطف ولا تستعطفه دمعة إن مل وإن عاف وإن كره فالقلب حجر إن كره وحرير إن أحب فالقلب واحة نقية من ماء العذب إن أحب ولكنه في نفس الوقت ذاك الجحيم الذي يشتعل كراهية وغل وحقد إن كره ظنت الزوجات أنه إن تعكر بطن الزوج سيرجع حبا ووفاءا لكن الصراحة كان الزوج يرجع فقط لينل قصطا من الراحة وليستمتع جسده بالراحة فيا سيدي استوطنوا القلوب للأجساد اليوم من أحبك لأنه لأنك تطعم من أحبك اليوم لأنك تطعم غدا سيكرهك إن منعت يدك من أحبك اليوم لأنك أغدقت عليه المال غدا سيكرهك إن قطعت عنه المال من أحبك اليوم لكرسي جلست عليه غدا سيكرهك إن قمت وتنحيت عن هذا الكرسي أو سلب منك من أحبك اليوم لأنك توفر له الطعام والمأكلة والملبسة والمسكن غدا سيكرهك إن سحب منك هذا فيا سيدي لا تشتر أجساد الناس وإنما أنظروا لقلوبهم يا سيدي من أحب سيحبك كما أنت بفقرك بغناك بكراهيتك بابتسامتك بمزاجك المتعكر بمزاجيتك المتقلبة سيحبك كما أنت سيغض الطرف عما يكره وينظر إلى ما يحب يا سيدي من أحبك لذاتك سيبقى يحبك لذاتك ويرى كل ما يطوف حول ذاتك إنما هو من نعيم الدنيا لكن القلب هذا الذي أريده فيا سيدي إياكم أن تراهنوا على الأجساد ولكن راهنوا على القلوب النبي عليه الصلاة والسلام خرج من أرضه وقال إنك لأحب البقاع إلى الله وإلي أحب وقال عليه الصلاة والسلام عن خديجة إن الله رزقني حبها رغم أن الجسد تحت التراب تحلل واندثر مع التراب وذاب في الأرض لكن الحب ما زال يستوطن قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رزقني حبها يا سادة الحب يبقى وإن فنيت الأجساد وإن غابت الأوطان وإن اشتعلت الأوطان يبقى الحب لوطنك لمن تحب موجود فالقلب يتصف بالأنانية من دخل قلبي سيبقى وإن أحرق قلبي من دخل قلبي سيبقى وإن جعل قصر قلبي مشرع الأبواب سيبقى فيا سيدي أنظر لقلب من تحب يا سيدي حب المصالح حينما ينتشر في الأمة سيغيب الحب إن ذهبت المصالح حب المصالح إن تفش في الأمة سيذهب حب المصالح سيذهب ذاك الحب إن ذهبت المصالح حب المصالح يا سيدي إذا استوطن في قلوب الناس ستذهب قلوب الناس مع ذهاب مصالحها لهذا اجعلوا الناس تحبكم لذاتكم لشخصكم لعقولكم لأفكاركم لا لشيء يستطيع أن يستغني عنك وأن يتركك وأن يذهب عنك طوبة لمن أحب إنسان لذاته طوبة لمن أحب إنسان لأفكاره طوبة لمن أحب إنسان من غير تفاصيل الدنيا التي تجتاح عليه وتتلبس به فيا سيدي إما أن يكون الحب صفاء أو لا تشوه كلمة الحب حينما تدخلها في مصالحك وأهوائك ابتعدوا عن المصالح والأهواء واستخدموا كلمة الحب فالحب مقدس ويقدس ولا يلوثه إلا صاحب الهواء مرحبا وأهلا وسهلا بكم يا سادة في برنامجكم من رحيق الإيمان